موسيقى الثلاثاء الثامن من شهر مارس اذار انه يوم المرأة الذي احكيته نساء بحرينيات هذه المرة على طريقتهن الخاصة التي تتماشى مع الاجواء الاحتجاجية بمسيرة نسائية حاشدة انطلقت من المرفأ المالي بالمنامة الى الدوار تضامنا مع امهات الشهداء واحياء ليوم المرأة وفي مسعى لتحسين صورتها وزارة الصحة تنفي ضياع ملفات المرضى الذين تعرضوا لاصابات بالاحداث الاخيرة وان مجمع السلمانية مستمر في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية للجميع وفيما كان مجلس النواب صبيحة اليوم بانتظار اجتماع للنظر في طلب استقالة كتلة الوفاق في جلسة سرية قدمت الوفاق الورود للنواب وكافة موظفي وموظفات المجلس تعبيرا عن المودة والحب لكل مكونات الشعب وتعزيزا للاخوة والمواطنة بين ابناء الوطن الواحد ولكن تم ارجاء البت في استقالة كتلة الوفاق النيابية لمدة شهرين وزارة الداخلية تكمل مساعيها لاحتواء الاحتجاجات التي تتحدث عن مصادرة الوظائف العسكرية عن فئات محددة من الشعب بالاعلان عن فتح باب التوظيف في الوزارة الاحدى المقبل وجميع الوظائف عسكرية والرواتب تبدأ من ثلاثمائة وخمسة وعشرين دينارا ومن جهة اخرى طالبت الغرفة بالغاء رسوم العمل واكدت على حق الاعتصام السلمي اما على صعيد المواقف العمالية الداعمة للاحتجاجات صدر بيان عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دعم فيه مطالب الشعب بتأييد اصدار دستور عقدي جديد تضعه جمعية تأسيسية منتخبة على اساس تساوي الصوت بين الناخبين وحق الشعب في ان يكون له مجلس منتخب للنواب على اساس تساوي الصوت بين الناخبين وان تكون له حكومة منتخبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة